انا عايز اخد الموضوع ده برضو لنفس السكة ان لغاية امتى الاندية الشعبية بتاعتنا نادي زيان نادي مصري نادي صاحب تاريخ كبير جدا لغاية امتى هتفضل الاندية دي بتعاني لازم يبقى في حلول ومتبقاش حلول يعني حلول روتينية لازم الاندية دي يكون لها حلول تسوقية ولازم يبقى عندها يعني نسبة لا بأس بها من عواقب بس بها الدوري المصري وهو حقوق رعاية وانا ما ينفعش ابدا ان الاندية ممكن يكون تاريخة يصل الى مائة عام وتعتمد على المساعدات من رئيس النادي او من المحافظة هذا ده كلام لا ياليق لا ياليق لانا نتكلم على اندية كبيرة وصاحب جماهرية كبيرة جدا نتكلم على الاندية الشعبية كلها اصحاب جماهرية كبيرة جدا وحق الجماهير دي على المسؤولين ان هو لازم يكون لهم نسبة محترمة من عواقب البس ولازم يكون لهم يعني مبلغ محترم في عقود الرعاية هنا بقول لكم بأكد لكم لو تفتكروا ان الدوري المصري بأي حل من الاحوال او بأي شكل ينفع من غير الاندية دي ما ينفعش الفاليو بتاعه قيمته تنزل على طول ما بقاش يسوى حاجة لو المصري والاسماعيلي والاتحاد والمحلة وأصوان والاندية الشعبية دي ما بقتش موجودة انت خلاص انت هتقلب دوري شركات رسمي ساعتها الدوري ده مش تبقى قيمته حالا حتى لو جبت لعيبة كويسة فلازم نساعد الاندية دي وهو ده يعني الهم الرئيسي بالنسبة لنا وأول حاجة بندور عليها ازاي الاندية دي نقدر نحن ساعدها بس لازم رؤساء الاندية دي كمان يبقوا عايزين يبقوا معنا في نفس السكة وفي نفس الاتجاه وهم اللي ينادوا او يحافظوا على حقوق الاندية بتاعتهم ويحربوا على حقوق الاندية بتاعتهم كلهم طبعا يعني رجال يعني محترمين وكلهم بيعشاؤوا ناديهم وأنا متأكد ان هم مش هيفرطوا في حقوق ناديهم مش هيفرطوا في حقوق ناديهم